الكتاب المقدس ونشد أن الله خلق السماوات والأرض ونشوف البدايات في سفر التكوين ونشوف تسلسل الأحداث في الكتاب المقدس والخط القرمزي اللي كله بيربطنا في مجيء يسوع المسيح نعم يسوع المسيح لأن كثير من الناس ينتظرون مسحاء لكن أنا أتكلم عن المجيء الثاني أتكلم عن مجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد فسفر الرؤية هو سفر إعلانات أبوكاليبس واكتشافات إعلانات رؤوية رب أعلنها من خلال الملاك ليحنى الرسول على جزيرة بطمس فبتشوف التسلسل من البداية حتى النهاية بيورينا أور شليم السماوية النازلة من فوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر